يحسب للراجل وانا كنت لسه يمكن تعلينا على كلمة فاروق انه الراجل اتكلم مع ميستر مانوال جوزيكا قبل ما ييجي انا كنت متأكد حقيقة انه فيه كتير من الامور اللي يمكن لو جيه لوحده او كان جيه من حتى يعني بعيدا عن انه هو بورتغالي وجايب يعني او ميستر مانوال جوزيكا اللي دخل فيه فكرة تولي او قدوم ريكاردو سوارش لمصر هنا يمكن كتير حكاية دي تفرق مع ايه مدير فني وياخد فيها وقت اطول شوية لكن انا متأكد انه القصورة طبعا جوزيكا لما اتكلم مع الراجل اما حصل تواصل بينهم فيه حاجات كتيرة جدا ادهاله زي ما بيقول كذا في برشامة لخصهاله والدهاله في الراجل جاي هو وردي مش محتاج يشتغل زي ما بيقوله من تحت خالص لا فيه حاجات كتيرة جدا هو فاهمها واخد عنها افكار معينة قريها قبل ما ييجي محضر لها بشكل معين وابتدى يشتغل عليها على طول ودي نقطة مهمة جدا مع اللعب المصري مش بس بكلم مع اللعب تنادي الحل المعنوية والدوافع النفسية عند اللعب المصري فوقات كتيرة جدا بتوديه وبتوصله في حتة تانية اكتر من ما هو نفسه ممكن يكون متوقع فاتمنى انه مستر سوارش يعني ينجح في الحتة دي وخصوصا فيه بوادر لده ظهرت بشكل كبير جدا حسن حسن كريم فؤاد عمر السلية رغم الاجهاد الشديد جدا اللي كان بيعاني منه لكن ظهر الحقيقة انا كنت بقول لكم في اول حلقة انه الاتنين اللفتوا نظري جدا طبعا فرقة الاهلي كلها اجادت مش عايز اقول انه افشا اجاد حسن حسن اجاد كريم فؤاد اجاد احمد عبدالقادر يعني مش عايز انسى حد بصراحة كلهم اجادوا فرقة كلها كتواو لكن انا اللفت نظري جدا مش على مستوى الاجادة على مستوى الدور على مستوى التحركات في الملعب حمدي فتحي والسلية يعني كنت بشوفهم طول المباراة في حتة ما كنتش بشوفهم فيها قبل كده اساسا ما بيوصلوش هناك لدرجة انه فيه هجمة من الهجمات لو انتوا تفتكروا الانفراد الوصل بيه السلية جوه الـ 18 بتاعت فيوتر وشاطها موفقش فيها طبعا اللمسة الاخيرة مكادش احسن حاجة خرجت برا لكن كان هو تقريبا شب انفراد الكرة دي الاثنين اللي عملها جوه الصندوق البوكس بتاع فانت فيوتر كان الاسيست من حمدي فتحي لعمر السلية جوه الصندوق فبالتالي الادوار اللي الراجل مديها للاثنين دول اكتر حاجة يمكن تكون لفتت نظري في المباراة